اهلا بك حسن من البطولة الاحترافية المغربية انوي في قسمها الاول وسيساعد صبري كل من الحكمين المساعدين مصطفى اكرداد وزكريا برنيسي بينما تم تعيين ياسين بسليم حكما رابعا على ان غرفة التحكيم بالفيديو المساعدة فيتوجد بها كل من عادل الزراق الى جانب ياسين عرفة وهي المرة الاولى التي سيدير فيها كريم صبري ديربي البيضاء بين الوداد والرجاء الديربي يدخله الوداد للاشارة متصدرا لترتيب البطولة بخمس وعشرين نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن غريمه الرجاء الرياضي الوصيف لقاء الديربي ينطلق غدا بداية من الخامسة عصران مغاربيا دائما اعلن فريق حمام الأنفى التونسي تعيين الحبيب الماجري مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا لسام القفسي الذي استقال بعد الهزيمة امام أمل حمام سوسى بهدفين لواحد في الجولة الثانية من الدوري سبق للحبيب المجريا درب نادي حمام الأنف في مناسبتين كما اشترف على عدد من الأندية التونسية بينها النادي الافريقي كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة المسهل من إسبانيا هي مسألة وقت ليس إلا تشابي هيرنونديز مدربا جديدا لفريق برشلونة فريق السد القطري الذي يشرف عليه تشابي أعلن عن موافقته على انتقال اللعب الإسباني والمدرب أو اللعب السابق لفريق برشلونة لتدريب فريق البلوغرانا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده ونشر فريق السد خبر موافقته على مغادرة مدربه الإسباني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تشابي الذي أوضحت مصادر صحفية أنه سيتم تقديمه والاثنين القادم سيعود بذلك للإشراف على الفريق الكاتلاني وتصحيح مصاره وهو الذي يعيش وضعا صعبا بعدما عاش رفقته أزهل فترات كلاعب توجب قميصه بكل الألقاب الممكنة تحت إمارة المدرب بيب غورديولا مع أسلوب كان خلاله البارسا يعتمد على فكرة الاستحوال على الكرة اشتهر بها البارسا مع مطلع العقد الأول من القرن الحالي في أخبار اللاعبين سيغيب المهاجم البرازيليا المتالق روبرتو فرمينيو عن فريقه ليفيربول لأكثر من أربعة أسابيع بعد إصابة عضلية خطيرة في أعلى الفخد تعرض لها خلال مباراة منتصف الأسبوع ضد أتليتيكو مادريد الإسباني في دور أبطال أوروبا بحسب ما أدفاد به مدرب الفريق يورغان كلوب ودطر فرمينيو إلى ترك أرضية الملعب بعد قرابة نصف ساعة على انطلاق المباراة التي كان فاز بها ليفيربول بهدفين لسفر على الأتليتيكو بعد تعرضه إلى هذه الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لما بعد المباريات الدولية المقبلة المخصصة لتصفية منذي لقطر إثنين وعشرين وألفين مع أخبار المنتخبات عاد لعب وسط باغيسان جغمال فرنسي يوليان داكسلر إلى تشكيلة المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ عام وذلك بعد استدعائه من طرف المدرب هانزي فليك للمبارتين الأخيرتين في التصفية الأوروبية المؤهلة لمنذيا لقطر وفي أخبار المنتخبات دائما هذه المرة أخبار المنتخب الإسباني مهاجم برشلون الشاب إنسوفاتي سيتواجد ضمن قائمة لعب منتخب إسبانيا التي أعلن عنها مدرب إسبانيا لويس إنريكي ترقبا لخوض منتخب لاروخ لاستحققه الدوليين أمام اليونان والسويد ضمن تصفية قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديا لقطر وغب إنسوفاتي عن الملاعب لفترة عشرة أشهر بسبب تعرضه للإصابة في ركبته اليسرى من دون أن يتمكن من ارتداء قميص منتخب لاروخ منذ أكتوبر من العام الماضي نختم بكرة المدرب وبطولة باغيبغسي الفرنسية أخير دورات الماسترز للألف نقطة هذا الموسم السربي نوفاك ديكو جيفيتش المصنف أول عالميا بلغ دور نصف النهائي بفوزه على الأمريكي طايلور فريدز بجولتين دون رد في دور النصف سيواجه ديكو جيفيتش البولاندي أوبرت هوركاش المتأهل على حساب الأسترالي جيمس ذاكوت بداية مستمعين نضع نقطة نهاية مساء الرياضة